شرفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد حشيش ضيف علينا في السادسة بسأخير يا كابتن محمد بسأخير إزاك يا أحمد أهلا بك من أور الدنيا ما تقابلناش من فترة طويلة وتوجنا في الفترة دي بالنجمة العشرة بطول الدوري الأبطال ألف مفتوك طبعا نبرك لك عليها مفتوك عليك وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى مجلس الإدارة طبعا واللعبين يعني أنت من الجيل بتهيالي للعبه مع كابتن حسن حمدي طبعا سنة 81 بالتحديد وتقبلها يعني بطلع ماتشاط ودية مع مستر هيدوكوتي طلعت بقى رسمي 81 كان مستر كالوتشاي هو اللي ماسك وكان الكابتن حسن حمدي مدير كور وبعدين أنا يعني في الفترة دي انت عارف كان لسه في مركز الليبرو وأنا كنت بلعب الليبرو وهو كان الليبرو برضو وكان بيشبهوني طبعا بالكابتن حسن حمدي عشان فيه صف بعض الصفات يعني في اللعب يعني مضوع التوقع اللعب الهادي وكده وديك حاجة طبعا شرف لي أن هم يشبهوني بالكابتن حسن حمدي طبعا كابتن نادي الأهلي وبعد كده طبعا يعني تدرج بقى في طبعا مجالس إدارات النادي الأهلي إلى أن طبعا بقى يعني مرؤساء التاريخين للنادي الأهلي فبنقوله طبعا كل سنطيبة كابتن حسن وربنا بديك الصحة والعمر لما بتعرف حد من بعيد لبعيد بيبقى كل يعني أفكارك عنه مجرد انطبعات بتاخدها من كلامه أو من المعلومات اللي أنت بتعرفها عنه لكن لما بتتعامل معه بشكل يعني فيس توفيس زي ما بيقوله كده صحيح وبشكل يومي وفي إطار منظومة النادي الأهلي بتقدر تحكم على الشخص وتقدر تعرف أكتر حاجات تميزه أو أكتر حاجات تعلمتها منه هو الحقيقة كان سابق عصره يعني هو بالضبط تحديد الفترة بتاعت كابتن حسن حمدي كمدير كورة هو نقل النادي الأهلي للإحترافية قبل ما الإحتراف يبدأ يعني كان بيحاول يطبق فكر الإحتراف من قبل ما الإحتراف يدخل مصر تعرف الإحتراف يعني جي بعد 30 سانات بعد كاس العالم 90 بتاع إيطاليا إنما كابتن حسن كان بيحاول يطبق نفس الحاجات اللي بتتطبق دلوقتي بس طبعا على سكيل أقل نتيجة للظروف والإمكانيات يعني تواجد طبعا للعيبة وتفرغ اللعيبة من بدري في النادي قد انطباعا للعيبة صحيحنا كنا هو بس يعني ابتدى يعرف اللعيبة يعني إيه كورة يعني إيه أنت تتركز يعني إيه أن أنت تدي وقتك كله لكورة تبقى متواجد في النادي الأهلي ودي كانت من الحاجات اللي حطاها أساسية أنك تبقى موجود في النادي الأهلي من الصبح لغاية بالليل كل حيات الكورة كان متابع اللعيبة حتى بره النادي الأهلي فالحقيقة لا يعني حجر الأساس خلينا نقول حجر الأساس لمنظومة الاحتراف كانت مع كابتن حسن حمدي وأول لايحة يعني تبقى شبيهة شوية باللاحة المحترفين كانت أيام من كابتن حسن حمدي بالنسبة طبعا للمكافآت والعقوبات